حكايات الأطفال في اليمن قصيرة أبجدياتها ومشاهدها أمراض وسوء تغذية ومجاعات إلى جانب سلسلة من المآس الأخرى رويترز تقول في أحدث تقاريرها إن أكثر من تسعين طفلا يصلون بشكل يومي إلى مستشفى السبعين في صنعاء وهم يعانون من أعراض سوء تغذية خطير وكارثي بينما يعاني أكثر من مليون طفل يمني من سوء التغذية والمجاعة وأعراض تقزم على مستوى البلد وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن هو الأعلى عالمياً والنساء الحوامل يعانن أيضاً من سوء التغذية الحاد وذلك بمعدل مليون وسبعمائة ألف امرأة ما يؤثر على الأطفال المولودين حديثاً هنا في مركز معالجة سوء التغذية الحاد داخل مستشفى السبعين يشرح الدكتور أنيس الأصبحي كيف أن الحرب أثقلت كاهل الأطفال والنساء وجعلت من حياتهم بؤساً وزيارات متكررة لغرف المستشفى وهناك أكثر من مليون وسبمائة ألف امرأة حامل أيضاً ويعانن من سوء التغذية نتيجة الحصار ونتيجة عملية التقويع المستمرة من تسع سنوات يذكر أنه في ديسمبر للعام الماضي قلص برنامج الغذاء العالمي من نسب المساعدات لليمن وعليه فإن اليمنيين على مشارف مجاعة خطيرة وفي ازدياد بحسب ممثل اليونيسف في اليمن بيتر هوكينز منذ نوفمبر الماضي تستهدف جماعة الحوث السفن التجارية في البحر الأحمر والحجة نصرة غزة بينما يموت اليمنيون أطفالاً ورجالاً ونساءً جراء تصاعد الانهيار الاقتصادي وقلة المعونات الغذائية واستهدافهم بشكل مباشر من قبل الميليشيات أكثر من 18 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية وهم يواجهون انعداماً للأمن الغذائي بينما تضيف هجمات الحوثيين كلفة أخرى على الغذاء والسلع أمامه